اشتركوا في القناة بتروجيت مصر البترول الترسانة اسكندرية البترول دي مجموعة النادي الاهلي وهنلعب رايح جاي وبعد كده هيترتب المجموعات مجموعة من الاول الى الخامس واحدين تلاتة اربعة خمسة الاول للسادس وبعد كده هيبتدي للدور اللي بعد كده بيطلع تلات فرق وتلات فرق بتتصعد الدور اللي بعد وتلات فرق بيلعبوا على الهبوط وترتيب المراكس فرقتنا طبعا زي ما هي الحمد لله يعني ما فيش اي اصابات دنيا ماشية كويس بالبالعكس تم تدعمهم هذا الموسم بترى صفقات جديدة ومحمد عزب والايطالي لويجي والكوبي يوندر جارسيا اذا فرقتنا وبالمناسبة يعني جارسيا في مركز اللي برو فانت هنا بتعلي استقبالك كل اللي شاف لويجي اللعب الايطالي طبعا تكلم قديه في الاستقبال يعني هنا كابتن محمد مصالح ميدو مركز جدا على الدفاع لانه الدفاع من غير الدفاع من غير ما تقدر تستقبل كويس ما فيش فوليبول فهو كان هدف كابتن محمد مصالح ميدو الفترة دي انه يعلي الاستقبال والدفاعات خاصة ان النادي المنافس بيلجأ لاستقدام مدربين اجانب في نهاية الموسم اي سوري لعيبة اجانب في نهاية الموسم اخر اربع خمس ماتشاط لان نظام الدوري طبعا بيخدم هذا الاتجاه مش اكيوميليتب مش تراكمي ولكن بيروح بتخش على الدور اللي بقى كده بيصفر لك العداد وكأن اللي فات لم يكن وللأسف ده طبعا حاجة يعني مش مظبوطة لازم يكون الدوري اكيوميليتب زي كل اليد زي كورت السلة لازم كل النقاط اللي انت بتاخدها بتطلع بيها مش لازم كلها بس لازم يبقى فيه انت واخد خطوة قدام لان انت طول الموسم بتكسب مش طبيعي ان انت بتخسر سنة اللي فاتت المنافس خسر اربع خمس ماتشاط في التصفيات وطلع في النقايات زيرو المتساوب اللي بيكسب طب ازاي يعني حاجات يعني بتحصل واكيد الناس كلها فهم عشان ايه يعني اذا كان نظام المسابقات الكلام ده كله الناس فهم الموضوع ده بيبقى عشان ايه والمصلحة تميل ولكن ان شاء الله رجال الكرة الطائرة جاهزين ان هما ان شاء الله يستعيدوا الالقاب يستعيدوا البطولات مرة اخرى خاصة المحلية باذن الله